إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلوس تعلن عن توقف حركة الملاحة الجوية إلى أجل غير محدد بسبب القصف الذي شهده المطار الاثنين وخلف ذعراً وخوفاً لدى المسافرين بحسب ما ذكرت وكالة رويترز وقد تعرض مطار معيتيقة منذ سنوات لعدة هجمات صاروخية فيما تم تدمير مطار طرابلوس الدولي إذرى الاشتباكات المتواصلة بين القوات المحسوبة على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً وقوات اللواء خليفة حفتر ليصبح بذلك مطار معيتيقة المطار الوحيد الذي تنطلق منه الرحلات في ليبيا ورغم مرور عام على تصريح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في أكثر من مناسبة بأنه يعرف جيداً من يقوم بقصف المطار دون الكشف الصريح عن المسؤولين عنه فإن المطار لا يزال يتعرض للهجوم وتم استهدافه مباشرة أكثر من عشرين مرة وتسبب ذلك في إصابة مهندسين إضافة إلى أضرال طالت بعض الطائرات وكان سلامة قد أجرى عدة مباحثات مع فاعلين سياسيين وناشطين حقوقيين تضمنت نقاشات حول أهمية وقف الصراع في ليبيا والعودة إلى حالة السلم والحوار كما حذر من تصاعد الاقتتال وتأذير التدخلات الخارجية في الوضع الليبي وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد الأربعاء جلسة طارئة لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في ليبيا والتي عرقلت المسار الأممي المحضر لتنظيم انتخابات رئاسية وبحث المجلس خلال جلسته إمكانية توصل الأطراف في ليبيا لهدنة قبل عيد الأطحى تمهيدا للاتفاق على وضع خارطة طريق لاحقا تتفق خلالها الأطراف على تضيب انتخابات رئاسية وتضع حدا للوضع الأملي المضطرب في البلاد مذ سقوط نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي عام 2011